الثانية من برنامجكم ويحلو السهر احنا مازلنا متوصلين معاكم حتى لحدشم تعليل لعودة الرحب من جديد بكامل فريق البرنامج اميرا يا مرحبا مرحبا عزيز مرحبا بسادة المستمعين الكل اللي تبع فينا على رجل حياتة فن مرحبا سيرين مرحبا بيكم اهلا بيك سيرين مرحبا بك عزيز مرحبا اميرا مرحبا بالناس اللي تحقوا بنا الكل شكرا لكم ومتونا نمشي مباشرة الى فقرة فن وفنون فن وفنون في فقرة فن وفنون لليوم سعيد جدا وبيكل حب باستقبال الفنانة التشكيلية نجيبة عبان اهلا بيك استاذة سلامة عزيز مرحبا بيكم بينا معاكم وشكرا على الاستيضافة هذه للمرة ثانية في راديو حياتة الفين وان شاء الله تتعدى مرحبا بيك استاذة وشكرا لك على قبول دعوتنا خلينا ننطلق من البدايات غرامك بالفنون كان عن طريق ويلدك ربي افضلهلك بحكم كان محب برشا للفن كان يكتب الشاعر ومغروم بالموسيقى ايه هو بابا فنين تشكيلي استاذ طريقة تشكيلية والغرام الثاني متاعه يكتب يكتب يعني شعر حر يعني عنده كتابات خاصة به هو معنى تملي انا يعني من صغرتي نشوفه ديما في الرسم وفي الكتابة معنى تمتاعه كل شيء مغروم بالموسيقى اصحابه قالوا لي يعني اصدقاؤه في الهني القراوة اللي هما يعني في المجل المتاعفونه التشكيلي قريرا وابوك كان يغني كان مغروم محمد عبدالوهيب وعنده لغرام بالموسيقى ولكن ديما الرسم هو الاول يعني انا تربيت في بيئة فنية معنى عندي لغرام في القروين كقرون مراكب هو يعني يعني برشة اسيمي معروفة تلع من المراكب ثقافي سيد بن فرات في القروين ايه كنت ديما نمشي معاه وانرأى مع انتا تأثرت يعني وفي نفس الوقت حسيت اني مغرومة طبعت بابا وكي اخترتك مجال الفنية التشكيلي لقيت دعم من العائلة ككل ايه الدعم الاول والاخير دي ما هي العائلة مع انتا امي وبابا وعمي يزيد ناجيب عبين لا يرحمه ويعرفه برشة يعني في القروين كيف كيف في نفس المجال يعني هو بابا تخرج قبله وبعد عمي والسنين كانوا في بوزار تونس في السبعينيات تخرجوا يعني البيئة اللي ترابيت فيها عندها دخل كبير انها كونتني انها يعني افرض فيها اني باش نقرأ البوزار اني باش تكون هذه كهي ويتي وحيتي معناها في الاخر اكيد هنبش نجيول هيدا باكثر تفاصيل لاني اميرا لاحظوا معتا قيمة اللونتوراج العائلي كيام من بصغير ويشجعوا بشعمل حاجات اللي يحب طبعا عزيز العائلة هي السند الاول شوف هي العائلة اما تكون عندها تأثير ايجابي او تكون عندها تأثير سلبي اما تكون عندها تأثير ايجابي معها او من خلال التصرفات الايجابية اللي تقدمهم العائلة للطفل يميرس الهوية متاعه اللي يدعموهم عليها وإلا هما يكونوا ضده في تصرف معين وإلا في الهوية هذيك فيعمل الرد الفعل عكسية بطريقة ايجابية انه يختص فيها ويخرج بضيعوا فيها بطريقته هنا يسيري نحكي على قيمة العائلة في كونها تدفع الطفل لنحو مستقبل افضل اكيد عزيز العائلة سوات طلعك سواتها بتكره العائلة هي المدرسة الاولى بالحق السورتو الأم هي دي ماجني غالمون الأم هي الأول انسان يكتشف في صغيره بحكم قربها أكثر للصغير تكتشفي فيه المواهبة متاعه وكل محليهم العائلات المتحضرين الواعي اللي يهزوا صغارهم للنوادي خطر يعرفوا قيمة النوادي اللي يهزوا يسقلوا كل مواهب ذيك اللي في صغارهم الحق نحييهم من نمبره نرجع معاك مادام ناجيب عبين دعونا نرجع لفترة الطفولة كيفية شكا بديت ترسم أول مرة شئين الحاجات التي كنت ترسمها مغرومة بهم إلى آخره؟ هو مع أنت من العشرة سنين ربما يعني بديت معتها بديت نرسم فعليا من العشرة سنين يعني يقول 12 في العمر هذيك كنت مغرومة بالطبيعة ديما نرسم حاجات الورد شجر كما صغر كنت نحن ديما نلاحظه تلقى صغير فمش صغير مرسمش شجر شامس نوارا كنت نحب الحاجة نرسم حاجة اللي فيها برشل أول حاجة نرسم حاجة اللي نحسها تتحرك نرسم مثلا وجه أو أنو بجهة معناها معناها تتحرك من حاجة نرسم حاجة برشل نرسم طبيعة وطبيعة من حاجة وطبيعة من حاجة من الأقليم من الأقليم من الأقليم يعني حتى الرسم عنده وجهته في الرسم كل رسم عنده وين يرتاح في الرسم بطبيعة هو شنية الرسم يعني الفنون ما نعمل بين قوسين فنون هي الحاجة الحسية الحاجة اللي تأثر فينا الحسيين معنى هي الحاجة اللي تخرج منا إحنا حاجة صادقة الصغير هو صادق يعني كيف يرسم كيف يقدم حاجة يعني كيف يلون كيف يرسم شكل شميسة يرسم أم أبوه أكيد فيها برشا صدق ومن روحه معناها وهذه هي الأساس من هنا تبدل الحكاية معناها غرامك بالرسم والفن التشكيلي تواصل معك وخليته يكون زادة هو التوجه الأكاديمي بتاعك بما أنك قرأت في البوزار وعملت اختصاص أير بلاستيك ايه هو الغرام هو الذي يهزني معناها وحبيت نقرأ بانصور خاطر ديمة يعني انك تدخل للانستيوت اقرأ كل شي فما النظري والتطبيقي نحن نبدأ بالتطبيقية معنات هنكون كما صغار الكل تبدأ يعني ترسم يعني عندك مهارة تبدأ دوي لكن كيف تجي وتتبيع في جامعة كل شي بش تكون مؤثر بش تكون معك أسايا تزيد تكونك زيد تتعلمك زيد يعني تلقنك حاجات تزيد تفريلك والمهارتك من نظري والتطبيقي خطر احنا قرأتنا نظري والتطبيقي يعني زوز فخم انظ tweets من الهمارعات يعني كمالت اذا تولت كذكية يعني يواجه هم نقرة ك group that عدد الرسماء يقولوا بكون القيروين ملهمة بعد قانته كيف تطبيع العدد الرسماء هي قطر ويسleben تقولك غني القروين او طبعا حسن مثلا كيف ينسل القروين ام مدينة ساحرة ارهن نقولك فعند الرسماء القروين ملهمة فيها حاجة سبيسيال يعني مزينة برشا فيها ظليل خاصة فيها مدينة عربي خاصة فيها يعني فيها يعني ديكوان يعني حاجة خاصة به مزينة برشا وتجاه في 2014 في سنحوني 1914 الفنين يعني العالمي معروف بول كلي هو وزار القيروين وألهمته برشا خدم برشا أعمال فنية على القيروين مع أن تخدم برشا دي زاكواريل بالتقنية المائية ألهمته على الأخر وكانت هي السورس متاع الأعمال متاعه وهذا شرف فينا معناها طبعا أنت أستاذة نجيب عبين لوحاتك الفنية كيف ترسمهم معنا وقتك يجيك الإلهام شين الحاجات التي تستلهم منها رسوماتك إلى آخر هي حاجات التي نستلهم منها رسومتي أنا متأثرة برشا برسومات الأطفال يعني تلمزتي لنقري فيهم هكا شوية فما تأثير صغير مش برشا لكن كيف تشوف الخدمة متاعي تلاحظ أنه تقول عليه فنين لكنه صغير في عمره عملاء كأنه أنا رتيست لكنه صغيرون لماذا؟ كيف تشوف الدسان نخدم فيجوراسيون ليبر تشخيصية الحرة يعني كيف تشوف الرسم متاعي مهوش معادي زي نورب معناتها في الدسان معناتها تشوف كيف ألوان زهية تشوف السحر الخيال معنا هذا هو وهذا عليش برشا يقولوني خدمتك فيها برشا حب فيها برشا فرحة كيف تشوفها يعني تشوف هذا هو وهناي تلقى فهم رابط بين كيفية يرسم الصغير كيفية أنا نرسم يعني تأثرت منهم تأثرت بهم من غير معنا شعب وكملت واخدمت كأرتيست أنا معنا نجيبة عزيز نجم نشوف من كلام مدام نجيبة يسر عنده علاقة به مع صغير طبعا تحس حتى تحكي تحسها هكا دي جا ورشا حمال عندها علاقة حلوة برشا صغيرات تحس عالم الأطفال اللي يسحرها ومن خلال الأطفال نمشي بك النادي الرسم في دار الثقافة اللي أنت تشرف عليه وتقوم بتأثير عديد من الصغيرات غادي أحكينا على النادي الرسم هذا نادي الرسم في المركب الثقافي اللي هنا في أساد بن الفورات أنا عندي سنوات في المركب يعني نقول برشا أجهل برشا تليم ذجت يعني تلبت على يدي برشا يعني يعرفوني محبتي ليهم كبيرة صغاء كبيرة برشا والخدمة معهم هم فيها برشا جو فيها برشا حرية فيها برشا صدق والصدق يعني وهم برشا يعني وحلية حتى هو الصغير مع انتك في يجيك سواب نية ولا ولا يدي يعني يعني يلقى كل بروف مع انت معاه المؤثر اللي في النادي يكون بشوش يكون يحب يستقبلوا يخدم معاه معاه معانا يعني كيفو انا كيفو انا كيفو انا كيفو انا كيفو انا نتخيل روحي يعني ننسى اني انا بروفا يعني والخدمة تجيها كيكس صحيح ان الخدمة تكون بالطريقة ذي تنجح صحيح تنجح بالنسبة لنا بالنسبة لنا دراسة في المركب الثقافي في موجودة الامكانيات باش تخدموا بأرياحية ولا ليه صحيح 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 لكن تتحسن نجم تكون احسن معانا ما هي النقاص التي تتشكي منها في المركب فقط؟ والله المركب هو المركب الفضاء كيف قلت معاه الاسباس صغير يعني يعني صرته في الفترة الاخيرة يعني في مبرشة اسيدة اختصاص يعني دخلة المركب متعقدين يعني يعني الاسباس متع الاسال يعني انك تعمل تنشيط متعك يعني استاذ مسرح وإلا يعني استاذ انا معي مثلا استاذة اخرى يعني فهم اشكالية متع الاسباس كهو المطر هي يعني الادوات اللي يجيبوهن أنا مقول قط قط نجم تكون ما احسن ينجم يوفروا برشة حاجات فم صغر تثار انها تشري من معانتها يجيبها يجيبوه مرات اي كيف تبدأ حاجة مهيش متوفرة يعني المندوبية مهيش قادر انها توفرها يولي التلميذ وهو واحده يتطوع واحده واحده يجيب معانتها تحكيتو مع المندوبية الثقافة او مع مدير المراكم الثقافي يوفر لكم بعض الامكانيات هو سيخ ميس المساهلي نشكره برشة ونرجع له تحية هو مديرنا معاناها وبه برشة بالعكس متساهل يحاول انه دي ما يقدم الأفضل لنا والتلميذة والخدمة الكل معانتها بشتمشي الامور في أفضل يعني ظرف الخدمة يعني بتفاعة عامة اكيد هو يعرف يعني هو يعرف مطالعة على النقائص على مطالعة على النقائص معانتها اللي عندها علاقة بالخدمة ومي سيخ ميس المساهلي ما يقولش ليك يمكنهم تلبون منه حاجة الحقيقة يوفرها هو شخصيا متعاون لكن تبقى حاجة أخرين من فوق خرج عن النطاق خرج عن النطاق الهنا اميرا نحكيه اللي حقيقة على قيمة النوادي وعلى الدولة انها تعمل لفتة النظر وتسعى انها تقدم كل امكانيات للنوادي في دور الثقافة على خاطر النوادي هذي اللي بتصنعلك أجيال قادرين انهم يبنيوا وطن العراق اكزاكتما وخاصة الفن عزيز الفن هو اللي يسقل الصغيرات متاعنا ويعطيهم المجال بشأنهم يبدعوا بشأنهم يتم فتح أذهانهم نحو عالم الخيال وكان مجاش فهم خيال عمرها ما تصير اكتشافات واختراعات في العالم صحيح لهنا سيرين قيمة النوادي في بناء جيل واعي بأتم معنا الكلمة أكيد قيمة النوادي بالحق هو المدرسة حاجة والنوادي حاجة المدرسة تقري والنادي يصنع إنسان يصنع فنين يصنع كل روح الفنية اللي في داخل الطفل بالحق المدرسة يتنفس 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 الترشيق على الانرجية و يتنفس بالحق لا يوجد أن صغير يمشي الانرجية يبدأ عنده الانرجية و يتنفس لا يوجد شيئ لا يوجد شيئ حتى يذهبون و يقول الانرجية لا يوجد هذا لا يوجد نكمل لكن المرابين نحسى مهمتكم أنتم تخليه كبج كيف تلميذ معلمة كيف كنت مدام نجيبة تحكي لها على الفن عناهي مدام نجيبة حذرت لها في يوم العالم المسرح في القيروين في تكريم الأستاذ محمد القالع يرحموا الهدوء اللي عليها و هي ترسم بالحق ناس حاضرين و ناس يكرمون في محمد و عائلة وكل هي قاعدة في كواه ترسم الهدوء اللي عندها بغمان بالحق لن تكون تلميذتك الوقت تسافر مع العالم المتاح نرجع للنادي الرسم لو كانت تحكينا على شروط الفئات العمورية و ما هي الفئات العمورية اللي عندك في نادي و التوقيت لا يوجد شروط في فئات عمورية يعني النادي مفتوح للاعمار الكل بداية من خمسة سنوات صغيرات حتى الكبار معناها الينجم يجيوا معناها بالعكس حاجبية يكون تنوع في العمار تنوع في الخدمة وجو اخر سمحني السؤال التوقيت ماذا؟ نحن دائما نختار لأن الوقت تكون صغيرات أكثر عند هذا الوقت و حتى دائما في الوقت أكثر جمعة سبت لحد و بربي بالنسبة لسال انخيرات نصور رمز حاليا لا لدي انخيرات قبل كن موجود مجيني مجيني حاليا و قبل كن بسعر رمزي نصور التشجيع أكثر انه يكون فما تليم بيك سبيع حاجة مزيدة تحفظوا انه يتشجع معناها يتشجع تشجع الكبير و الصغير البيب مفتوح مع الناس الكل و الثقافة لنا مفتوحة للجميع والتلمة الكبار ايه كيف يجيوني انا ما جونيش عدد كبير الحق لكن مرحبا معناها في فئة الكل بيه نرجع معك مدام نجيب عبين انت بخلاف الرسم والفن التشكيلي مغرومة بالموسيقى و كنت تعزف على القانون اي بديت هي قصة الموسيقى غرام غرام ثيني غرامي بعد الرسم هو الموسيقى انا نحب الغني برشا انا نغني انا نحب المالوف انا نحب المالوف يعني كنت انا في 2019 دخلت هنا في الكونسيرفاتور مع مدام حميد الحليوي كنت في مخي المالوف يعني نحب مواشحات هذه الاندلوسية نحب نسمع تونسي نحب ان نشوف نسمع نغني عندي المحبة هذه وهي لي هزتني من بعد بديت شوية في القانون وقصيت ما كملتش اما سفر اهو في بديت بخلافة غرامك بالملوف تحب برشا زادة الاغنية المغاربية ككل اي نعم كيفية احسن الفنانين تسمعهم تستمتع كيف تسمحهم من المغرب العربي بصفة عامة اهو والله انا نقولك شيء هو ما عنده فنان معين اما ريت المالوف المغاربية قلت تونس اما كيف نسمع المغاربية ومعنى كيف يغنيه المالوف محلة ما تسمعش جيمة ما عنده قيمة كبيرة لدينا برشا صعيبة قليلا سيارت المغاربة مثل الجزائريين الجزائريين أكثر طالقة في اللهجة أقرب لنا قليلا تغرمت في مغرام ثم نسمع قليلا هذه الأشياء الأقديمة تنجم تقدر حالينا حاجة فنية تسمعنا حاجة نأخذك على الطائب يصيلي قليلا يصيلي قليلا يصيلي قليلا يصيلي قليلا يصيلي قليلا ممتاز آه لأنه مبلاء آه فتنة العشاق آه تمنع الوصل آه آه الله 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 تحية لك مدام نجيبة عابل هذا مواشح مغربي هذا جزائري آه جزائري سمعته مغاربة يغني فيه جزائريين ولكن بحث ننقعه جزائري ما هي الموزيكة الأخرى التي تسمعها تسمعها؟ في الشرق عندك تسمع عبد الوهيب و أم كلثوم؟ أم كلثوم؟ أم كلثوم؟ هذه المنازمة الباز الباز يعني؟ بطبيعة أنا كلما نكبر كلما لاحظت أني كلما تمثنت مثلا نقرة وكل شيء ما كنت نسمع برشا أم كلثوم و نجيت و عبا الحالي شوية ما تغرمت من بعد وليت نكبر و نرجعولهم تشفت فيهم ركزت فيهم قلت يا بلي خليني نشوف خليني نشوف ما هي الحاجة التي من الشرق تنجم تقترح علينا بالسبال الليلة من الشرق و أنا معك من ذلك أي حاجة تأتي عليك؟ نغني عبدالوهي نعم مثلا كل داكن لي لما شفت عيني آه كل داكن لي لما شفت عيني حني قلبي لي وانشغلت عالي انشغلت عالي كل ده كان ليه كان ليه ليه الله عليك تحياليك مدام نجيبا قل شاركت في مهرجانات موسيقية موسيقية كيف تشاركت المهرجان كيف تشاركت فيه؟ سنة أول عرض لنا في نصر الله 2019 حفلة مع مدام حميدة الحليوي سنة وقتها تونسي سنة العشاقة سمحني انا هي هذي العشاقة؟ سنة العشاقة لازمنا نسمعها هذي متعديش عاد مورو الكيرا يلا وانا نكلنا معك العشاقة حرجت لقليبي العشاقة حرجت لقليبي العشاقة تسحر العقول وجذابة حرجت لقليبي يا ناري حيرتني وحيرت أصحابي لا باتت حنو لا داري لا باتت حنو لا داري يحاسبها ربي العالي حرجت لقليبي الله الله عليك تحية لك مدام نجيبة يعطيك صحة ايه قولي ابو خليف الحفلة بتاع نصر الله نصر الله شركت من بعد كانت عندي عروس في المولت مع شكري العياري في المركب كنت حاضرة معها في زوز عروس وتعديوا محليهم برشا جوا برشا ديفوا المو معتها حلوة معتها العروض متاعو وغا تنيت اذو ماهو اذو ماهو كنت بشتغاني في حكاية اخرى ماهو ماهو وتفكر ترجع بجدية للموسيقى بجدية موجودة ايه لحسك اكبر ميالة الفن تشكيلي اكبر من موسيقى ولا ليه عادي هو ديما ليه هو عادي ماعندي شيء معنى ترتيب في الحكاية ولكن مايقلقنيش اذا جات حكاية مايقلقنيش ممتاز جدا انا مدام نجيبة عبين نشكرك برشا علي قبول دعوتنا والحضر معنا بالنسبة لليوم شكرا مجددا شكرا لكم يا عيشك عزيز شكرا لكم اعطيكم الصحة على الاستضافة هذه على الموضوع اللي طرحتوه خاطر مهم برشا انو نحكيوه على الفنون ديما راي الفن معتها حاجة راقية حاجة يعني ترتأ هي تعكس الهوية متاع المجتمع هي اللي تهذب الزوق هي برشا حاجات مع انت كلمة الفن تعريفها كبير وانو تطرحوا موضوع عنده علقة بالفنون مهم برشا يعطيكم الصحة ومارسي بكم يعطيك الصحة اللي كنتي على قبول دعوتنا قولي سيرين عندك ديديكاس عندي ديديكاس لعم الناصر نجار مستمع وفيه نقول له كل عام وانت عم الناصر النيبلي اللي يمتهن مهنة النجار مستمع وفيه نقول له كل عام وانت حي بألف خير ونحطوه لغنية دي نقول له يا عم الناصر ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير نحطوه لغنية وان شاء الله يعدي حيات كلها مليئة بالفرحة وبقيد تعيلته وهذه كانت فقرة فن وفنون بالنسبة لليوم فن وفنون يلا العشرة واربعة وربعين دقيقة احنا ما زلنا متواصلين معاكم حتى اللحديش في برنامجكم ويحلو صهر موزيكا ورجعين